السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في اللاشانتي سعيدة كوزين اليوم راح نضرب مع بعض يهود بريوش بزاف بنين يجب فايتي ويجب خفيف ان شاء الله تجربوه ويعشبكم نروح الدراجات اخباروا مقادير وطريقة التحضير بريوش دطاعي راح نزيد فيه المكون السحري من قبل ونزلت لكم هذا اللابات اللي هي العجينة اليابانية السحرية اللبات بزاف منيحة كنت دايما نشكر لكم فيها لتخفف لكم المعجنات كامل العجينة السحرية اليابانية رح نحتاجوا فرينا وما هذا المكان مقدار من الفرينا تزيدونه مقدارين من الماء الطريقة والمقادر بالضبط رح نخليها لكم في خانط الوصف نخلي لكم الرابط تحت للفيديو لديناه من قبل بعد وجدتي اللبات تاعي رح نحطها تسحنه وغطيها بالبابي فينب ونخليها على جنب ونوجده العجين تعال بريوش تاعنا عندي كاس من الحليب الدافي ما صبيتش الكمية الحليب كاملة خليت كثر من ربوع شوي هنا بعد نشوف اللبات اذا حتاشت نزيد لها ولا لا نزيد لها مغرفوحدة من خميرة الخبز مغرفوحدة من السكر نخلط ونخلي الخميرتين تتخمر هنا عندي بيضة واحدة كسرتها وستلها ببو من يورد الطبيعي نخلط هذا المقدرين منيح مع بعض وننسوش كمية السكر اللي هي ربع مغرف سكر اشتركوا في القناة ونزيدهم الخليطة الخميرة والحليب ومن بعد هنا رح نزيد كمية الزيت اللي رح تكون ربوع كاس صغير هي بالمغرف السوج مغارف كبار اثنين ملاعق اكل رح نزيد لهم الخريطة الخميرة والبيض واليقورة الطبيعي ونزيد كمية من الفارينة بعد اللي نغرب لها مع باكي واحد من خميرة الحلوة 10 جرامات من خميرة الحلوة و 500 جرام من الفارينة الفارينة قدرين نديروا اكثر او اقل كما دائما نقولكم على حسب نوعية الفارينة وقبل اللي نبدأ نعجن لبات تتاعي رح نزيد الكميات على العجينة اليابانية السحرية نخلط المقادر هذو كامل مع بعض ونعجنهم تأخذوا تديروا العملية بليد بسحتيكم شوية صعيبة لانه لبات هذي رح تجي مرخوفة بزاف وطلسق الملح رح نزيد هنا مغرف متوسطة والملح لحسب الضوء رح نعجن هذا اللبات التاعي نعجنها منيه واخر حاجة رح نزيدها هي زوج مغارف من زبدة اطرية زبدة او مارغارين نكمل خلي لبات التاعي تدعجن شوية مهمة للوقت بكل العجن ثلاث بقى يقفل العجن هنا لبات التاعي تدعجن كما بقيتها ونقلتها للصحن ونغطيها ونخليها تتخمر هنا كما رحكم تلاحظوا لبات التاعي مرخوفة بزاف وطلسق وهذا الشيء سيجعل البريوش يخفيف كالقطان ويجبنين هنا انا غطيت لبات التاعي ونخليها تتخمر لمدة نص ساعة بعد التخمر العجن هنا رح نقسم كرات ونشكل البريوش تاعي وهنا تعاون ونروحكم بالفرينا او المايزينا انا درت هنا بالمايزينا شكلتنا ربع كرات تقدرتوا ما تشكلوا كثير والشكل تيروا كما حبيتوا بعد التخمر بعد التخمر ونقسم العجنة نحلها مليح بعدها سنطلع هذا الوجه بكمية طريعة مقدة المغرف صغيرة نطبق لبطة على الزوج ونحلها من جديد كما نخدم لبطة نحلها مليح ندهنها مغرف صغيرة من المغرف صغيرة ونطبقها مرة أخرى كما قدرت المرة الأولى نحلها مرة أخرى بعدها نحلها ندهنها بشوية مغرف صغيرة ونطبقها بهذه الطريقة ونطبقها نضغطها بالبروج ونضغطها بالبروج ونطبقها إلى مره اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة